أهلا بكم موضوع برنامج أو فنامة أو برنامج كفالة السوريين أثار بل بل بالفترة الأخيرة الناس ما لا عرفاني تماما هل تم تمديد هالبرنامج أو لم يتم تمديده أو في برنامج جديد مثل ما أشيع سابقا رح يطلع ورح يكون أعم وأشمال من هالبرنامج بالحقيقة أنا حبيت أعمل هالفيديو لوضح كل هالتفاصيل أولا مشان ما تقولوا أنه يعني عم طول عليكم البرنامج تمدد لكن رح أشرح لكم كيف وليش وما تأخذوني أنا شوي مريض يعني مو شوي لا هو كنت مريض كتير سلة يعني تحسنت شوي لأن عم يجي قريب قوي طبعا عملت تحليل كورونا ما في كورونا لا تخافوا يعني لا تخافوا أنه تنعدوا لكن بالحقيقة يعني صار لازم أنه نلاقي حال قانوني لها المسألة اللي هي مسألة الكمامات لأنه كل الأطباء عم يجمعوا أنه هلأ القريب عم يجي كتير قوي لأنه الناس خلال فترة كورونا التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة والتعقيمات خلى ضعف المناعة حول يعني الإنسان معتاد يعني الله كان ممكن يخلقنا بكمامة لو كانت ضرورية هي غير ضرورية لأنه أنت لازم دائما تأخذ فيروسات جديدة ودائما تتعود عليها الفيروسات تتطور ومناعتك تتطور وهكذا فالصار لازم نلاقي هيك وقفة قانونية أو شيء أنه نطالب بإلغاء هالإجراءات اللي يعني أنا برأي أنه أثرت سلبا أكتر مما فادت بموضوع كورونا متمنى أزالكم أرأى بهذا الموضوع لأنه حابب أعمل فيديو لاحقا بخصص هالموضوع تماما أنه إمتى مين هو الشجاعي اللي رح يتخذ قرار إلغاء إجراءات كورونا وكيف لازم يصدر هالقانون كل الأحوال ننتقل هلأ لموضوعنا تبع حلقة اليوم يلي هو أوفنامي برنامج كفالة السوريين تفضل بالحقيقة يلي خلى الموضوع يصير بلبلة أنه بالفعل البرنامج كان مقرر ما يتمدد يعني برنامج أوفنامي كان مقرر أنه ما يتمدد بعد هذا العام 2022 وكان مقرر وأنه ينعمل البرنامج بديل يكون فيه شوية صعوبات أكتر يعني منها أنه يكون الشخص اللي بدك تجيبه من سوريا أو من دول الجوار يكون بحالة يعني مهجر من بيته يعني يكون فيه عنده أسباب تمنعه من استمرار الحياة بهذه البلاد لحتى يجيبه بالإضافة أنه يكون البرنامج يشمل معظم الولايات بالحقيقة ولاية بافاريا دائما هي اللي كانت الولاية العقبة بهذا الموضوع اللي هي أبدا ما عم توافع على هذا البرنامج فهذا اللي خلى أنه يصير فيه صعوبة بالاتفاق بين الولايات لأنه هو بدون يعملوا برنامج اتحادي ولكن بدون يشاوروا كل الولايات فولاية بافاريا هي اللي رفضت وهذا أجهض البرنامج الحكومي تبع اللي بدون يعمل كل الولايات لكي تأخر تمديد البرنامج يعني البرنامج ينتهي مثلا بهامورغ 30 نوفمبر عادة كان يطلع التمديد بآخر شهر أكتوبر 27 28 يعني حسب أيام الدوام يطلع التمديد الجديد على سبيل مثال هذا التمديد اللي رح تشوفو هلأ هذا التمديد تشوفو تاريخه امتى طالع بأكتوبر لأنه البرنامج بانتهي بنوفمبر 30 نوفمبر فيطلع التمديد قبل شهر تقريبا لكن هالسنة صار 30 نوفمبر وما طلع التمديد واللي زاد البلبلة انه على الموقع الرسمي استمر حتى الآن يعني هلأ اذا تفتح الموقع الرسمي بتلاقي انه ما عليه تمديد على هالصفحة مثلا السبب انه كانوا منتظرين الاتفاق مع بقية الولايات لانه ايضا بقية الولايات اللي هنة بنتهي عندهم 30 ديسمبر فما عندهم مشكلة يعني لسه في وقت معهم لحتى يحطوا التمديد لكن ولاية هامبورغ كان بنتهي 30 نوفمبر فهي اللي تأخرت بكل الاحوال ما قدروا يتفقوه على برنامج اتحادي فقرروا التمديد مشاء طلع التمديد لكن طلع بديسمبر فطلع التمديد بعد نهاية البرنامج يعني بعد ما انتهت يعني طلع التمديد بديسمبر بينما البرنامج منتهي ب30 نوفمبر فطلع بعد تقريبا 9 ايام من نهاية البرنامج وهي صورة التمديد الحقيقي والجديد وتمدد البرنامج لـ 30 نوفمبر عام 2023 و23 وبقية البرنامج تمددت إلى 30 ديسمبر بقية الولايات لكن بقي هذا البرنامج فقط موجود بالولايات الخمسة اللي هي برلين براندنبورغ هامبورغ تورينغين شيلسفيك هولشتاين للأسف انه ما طلع البرنامج الحكومي اللي ممكن يشمل الكل لكن بجوز من حسن الحظ انه تمدد بهال الولايات لحتى الناس تستفيد منه كما قلت لانه هذا البرنامج هو البرنامج مضمون تقريمه بنسبة 100% اللي بحق شروطه وشروطه سهلة جدا يعني عبارة عن تأمين السكن والدخل الكافي للشخص اللي بدك تستقدمه بالاضافة طبعا الاسبات القرابة مشان هيك انا رح اعمل يعني لانه انا بسموني ابول او فنامة او يعني الراعي الرسمي لبرنامج كفالة السوريين فمشان هيك رح اعمل فيديو قادم عن كل ما يعني لانه كتير جاني اسئلة كيف بدك تقدم عليه وين بدك تروح شو الدخل اللي مفروض يكون عندك تقريبا طبعا انه بيختلف من ولاية لولاية وكل التفاصيل اللي بتخصل هالبرنامج رح اعملها ان شاء الله بفيديو قادم بعد ما طيب منيحي كنت يتحسن صوتي بعتبروا انا انه بش رسار رأس امتداد برنامج لكن كنت اتمنى صدور برنامج حكومي واسع يشمل كل الناس لانه فيه ناس بولايات تانية يعني ايضا تتمنى انه تجيب اهلها وما عم تقدر تعمل هذا الشي انتظروا الفيديو الجديد وعطوني كل اسئلتكن اللي بتخص هذا البرنامج مشان جاوب عليها بشكل كامل ان شاء الله بالفيديو الجديد اللي رح عده تقريبا الاسبوع الجاي ان شاء الله دمتم بخير انام انام